حاجة غريبة بتحصل في مصر انك تلاقي انت عندك بطاقة بطاقة بتقول انت مين انت مين يا لانا مش عارفك انت مين ده الاساز حفني احمد حسن في اغنية المشهورة انت مين جلي انت مين يا لانا مش عارفك انت مين وحفني احمد حسن ده في الطرب الشعبي حاجة جمدة جدا جدا صحيح الحانة واحدة لكن النص اللي بيقوله كان رائع وصوته هو كمان كان حلو قلق كبير جدا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اكتشاف محامين مش بنتكلم على ناس عادية محامين وحقوقيين ان بطاقتهم تم تزويرها باسماءهم وبياناتهم وراحل ناس تانية يعني باسمك عبدالسند يا ماما ساكن في شارع كذا مواليد كذا الحاجات دي تلاقي بطاقة تانية بواحد تاني اسمه عبدالسند يا ماما عبدالسند يا ماما ده عشان ما تحذرش فيه يعني ده زعيم حزب الوفد ما كان مصطفى النحاس دلوقتي ده زعيم حزب الوفد يعني اللي كان فيه الكاتب الكبير عباس العقاد آخر الناس دي كان المحامي نبيه الجنادي اللي بيترافع عن المعتقلين اكتشف بالصدفة النهاردة ان فيه صورة بطاقة مزورة متطبقة في الاسم بالكامل وفي تاريخ الميلاد وفي الرقم القومي هو اللي بيقول مش انا عشان ما حدش يطلق يكذبني بيقول اهو اه دي بطاقته هاي اه دي بطاقته اهي اكتشفت النهاردة بالصدفة ان انا ليا بطاقة او صورة بطاقة مزورة متطبقة في الاسم بالكامل وتاريخ الميلاد والرقم القومي بالضبط بدون تغيير اي رقم التغييرات في المهنة والعنوان والصورة فقط اهي بصورة بطاقة كاملة طيب ما يمكن يكون غلطة ما يمكن يكون هفوة يمكن يكون سقطة نما بالصدفة البحتة المحامية الاستاذة ماهينور المصري تكتشف ان لها نفس الحالة وده اللي كشف عنه المحامي خالد علي وبيقول للمرة التانية خلال شهر تقريبا نكتشف تزوير بطاقة محامين حقوقيين اوائل الشهر الماضي تقريبا كان تزوير بطاقة الزميلة ماهينور المصري النهاردة اكتشفنا تزوير بطاقة نبيه الجنادي ومحدش عارف مين تاني بطاقة تم تزويرها طيب مين بقى اللي بيزور البطاق دي وش معنى بيستهدف المحامين دول وهل في النهاية يعني هنلاقي ناس تانية متزويرة بطاقةهم واحنا ما نعرفش او هما ما يعرفوش والسؤال فين الداخلية من التزوير ده اسئلة كتيرة جدا ترحها او ترحتها صفحة الموقف المصري وقالت بالنص كده تزوير بطاقات الرقم القومي لمحامين حقوقين ايه اللي بيحصل ده بيخلينا نسأل ليه اتكررت المسألة مع اكتر من محامي في محافظات مختلفة ويه اللي بيعمله مزور البطاقة الشخصية هل فقط بيستخدمها في شركات الاتصالات والبنوك ومين اللي ساعدهم في ده ولو البطاقات المزورة كلها طالعة من السجل بشكل رسمي زي ما الجنادي ما اكتشف ليه الحالة مكررة السؤال الاهم ليه الاجهزة الامنية اللي بتفوتش كلمة بتحصل في المجال العام الا لما بنلاقيها بتتدخل حتى ولو تدخلها بيكون في تعدي على الناس سكتة سكتة ليه الداخلية طب ليه ما تمش التحقيق لحد الوقتي وكشف التفاصيل خاصة وانه احد الزملاء مهينور قدمت بلاغ للنيابة العامة من نص ابريل الحقيقة ما فيش لسه معلومة ولا اجابة على الاسئلة دي ولسه ما نعرفش ايه اللي بيحصل بالبطاقات الشخصية للمحامين وهل في شخصيات تانية تعرضت نفس الامر ولا وبالتالي المفروض الاجهزة الامنية تجاوبنا على الاسئلة دي وبشكل عام الموضوع كله ونتائجه المترتبة عليه هي مسؤولية الاجهزة الامنية والقضائية وحدها وعرضت صورة البطاقاتين اللي تم تزويرهم بصور مختلفة حتى الناس على السوشيال حقيقة كل تعليقاتهم فيها قلق وخوف من فكرة سهولة اختراق وسرقة بياناتهم انت ممكن تصحى الصبح تلاقي نفسك متهم في جريمة جريمة قتل او سرقة لانه تم تزوير بطاقتك وتحط عليها صورة تانية فالناس قالت هذا لا يحدث في موزنبيق ولا في ناميبيا ولا حتى بانزويلا عادي جدا بتحصل كتير دا كان نيب صورة شخص محدش يعرف عنه حاجة بيانات محامي حقيقي لا يعرف شي عن البلاو اللي بيعملها باسمه وعرف بالصدفة ولا واحد قارف يمسك الشخص اللي في الصورة هو حد عرض الصورة دي يعني طب انا مش محامي وبيجيلي لسائل كتيرة من بنك سكتنرية ان اروح اسد الديون قرد متأخر وانا مش عامل في البنك وعمري ما كنت عميل وعميل لي وكلموني اكتر من مرة وساعات في اوقات مش مناسبة لي قلت لهم انتو بتكلموني بناء على ايه وطلبت انهم يمسحوا البيانات الغلط دي اكتر من مرة ومفيش اي حاجة بتربطني ببنك اسكتنرية غير محمد صلاح انا بحبه وهو عمل لهم اعلان هل دا مؤشر للتزوير واحد اسمه لم يقلت معروف ان المحامي بيستخدم بطاقته كتير بحكم شغله وبالتالي لما يستخدمها يتم تلفيق قضايا واتهامه باستعمال محرر مزور لو توكيل وتزوير البطاقة الشخصية ويلبس في احكامه ويتحبس فالموضوع مصدفة لم يحس ان الموضوع دا مترتب بمناسبة البيانات كانت فيه في ضيحة من كام يوم على تسريب الحكومة بيانات طلاب لعدة سنوات وده اللي وثقته منظمة هيومن رايتس ووتش وقالت عشرات الالاف من الطلاب معرضونا لخطر الازى عشرات الالاف بيانات شخصية حساسة للاطفال وقالت هيومن رايتس ان الحكومة المصرية واكاديميت مش عارف ايه هي شركة بريطانية خاصة كشفتها على الانترنت لأشهر كميات كبيرة من المعلومات الشخصية الخاصة بعشرات الالاف من الاطفال ينتهك ذلك خصوصية الاطفال ويعرضهم للخطر للازى الجسيم ويبدو انه ينتهك قوانين حماية البيانات في كل من مصر وبريطانيا شملت البيانات الحساسة اكتر من خمسة وسبعين الف طفل في سجل تضمن اسماء الاطفال تواريخ ميلادهم نوعهم الاجتماعي عنوين سكانهم عنوين بريدهم الالكتروني ارقام هواتفهم المدارس اللي بيرحوها صفوفهم الدراسية صور ملفاتهم الشخصية نسخ من جوازات سفارهم او هوايتهم الوطنية بقيت البيانات متاحة دون حماية الانترنت لثمن اشرع الاقل عرفت السجلات مية وعشرة طالب بالاسم بان لديهم شكلا من اشكال الاعاقة السؤال بقى المهم هل عقل الدولة بيخرف مش السيسي قال عاملين عقلي للدولة في العاصمة الادارية الجديدة هل العقل ده بيخرف بيحفظ البيانات بس اللي عايزها السيسي فقط لغير ولا الدولة بقت بزراميت هي بزراميت اللي بعده